تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في قصة عجيبة سبحان الله ذكرها الإمام بن كثير وذكر احتمال أنه قال هذه الكلمة قبل إسلامه عمر بن العاص الصحابي الجليل وذكر احتمال أنه قال ذلك قبل إسلامه ذكر قصة أن عمر بن العاص لقي مسيلمه الكذاب في اليمامة فقال له مسيلمه ماذا أنزل على صاحبكم ماذا أنزل على صاحبكم قال أنزل عليه السورة وجيزه بليغة قال وماهي قال والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصد وذكر ابن كثير احتمال أنه كان ذلك قبل إسلام عمر بن العاص فلما قال له ذلك عمر وقرأ عليه السورة أطرق مسيلمه الكذاب رأسه قليلا وقال له وأنا أنزل علي مثلها قال وأنا أنزل علي مثلها ثم قال يا وبر يا وبر لك أذناني وصدر وآخرك حقر ونقر ثم التفت إلى عمر وقال ما رأيك إيش ما رأيك إيش ما رأيك مدام أنزل عليك ما رأيك فقال له معاوي عمر قال له عمر بن العاص والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب لا أحتاج لأشرح ولا أحتاج لبيان لكن الشاهد من القصة هذا الوصف العجيب لهذه السورة قال سورة وجيزة وبليغة والله هي كذلك